مساء الخير معاكم هايم شعيد نهاردة اكلمكم عن كل انواع حقائق عن الفلبين ايه رأيكم؟ جمهورية الفلبين هي واحدة من اكبر الارخابلات في العالم فهي مكونة من 7641 جزيرة ومن الجزر دي 2000 جزيرة بس لمأهولة بسكان واكتر من 5000 جزيرة بدون اس قبائل النجريتو هم اول سكان استقروا في الفلبين ونجريتو بمعنى شخص اسود صغير لقب الفلبين هو عاصمة الرسائل النصية في العالم وده بسبب الحجم الكبير للرسائل النصية المرسلة كرة السلة هي اشهر رياضة في الفلبين ورابطة الفلبين لكرة السلة هي اول اتحاد كرة السلة في اسيا والتاني اقدم اتحاد في العالم بعد الان بي اي الملاكم الفلبيني ماني باكياو كان ملقب بمقاطر العقد وهو الملاكم الوحيد في التاريخ اللي حصل على البطولة في اربع عقود مختلفة وفي سنة 2020 حصل على لقب افضل ملاكم في القرن الواحد والعشرين واسناء ما المباراة بتاعته مستمرة البوليس بيبلغ باستمرار ان معدل الجريمة سفر قتال الديوك وقتال العناكب مشهورين جدا في الفلبين الفلبين اكبر مورد للممردين والممردات في العالم فالكن بوينت هي اكبر جزيرة في العالم في بحيرة اسمها مين كريتر ليك على جزيرة اسمها فولكينو ايلاند في بحيرة تانية اسمها ليك تاال على جزيرة تانية هي لوزون الفلبين عندها رموز قومية كتير بعضها رسمي والبعض الاخر غير رسمي الرموز الرسمية اللي اتناشر هي شعار النبالة الفلبيني وهو موجود على الباسبورتات وفي السفارات الفلبينية الختم الملكي الفلبيني وعلى الختم الملكي هنلاقي الشعار الوطني للفلبين مكتوب عليه مكاجوس مكتاقو مكاكاليكاسن أتمكبانساء بمعنى من اجل الرب الناس الطبيعة والبلد النشيد الوطني بتاعهم هو لوبانهينيران او الارض المختارة وده العلم الوطني للفلبين وهو العلم الوحيد اللي يكون اللون الازرق اعلى العلم في فترة السلم ويكون اللون الاحمر اعلى العلم في فترة الحرب واللغة الوطنية للفلبين هي فلبينو او تجالب زي ما بنقول عليها ودي الابجادية الفلبينية وهي زي الابجادية الانجليزية بس فيها حرفين زيادة الاول حرف ان عليه مادة من فوق وينطق انيا زي كلمة سينيوريتا والحرف الثاني حرفين ن و جي بنقول عليها نن وتنطق نع زي كلمة بانعلن وفي اللغة الفلبينية الكلمات بتتكتب زي ما هي بتتنطق وكلمة تجالج جاية من كلمتين هم تجالج بمعنى شعب من النهر وفي من 120 ل 187 لغة منطقة في الفلبين والفلبين لها لغتين رسميتين هي الإنجليزية والفلبينية وكونيو هي لغة يتحدث بها الشعب الفلبيني بالمزيج من التجالج والإنجليزية أو تاجلش بس بنبرة صخيفة وبدون تطبيق القواعد النحوية الصحيحة للتجالج والمصطلح ده برضو بيستخدم لوصف الأشخاص من الطبقة الاجتماعية العليا ومثال كلمات الكونيو جملة والترجمة الحرفية هي يلا نعمل دخول في فصلنا والعقاب الفلبيني هو العصفور الوطني للفلبين وهو أكبر عقاب في العالم من العقبان الموجودة لسه وده من ناحية الطول ومساحة الأجنح والعقاب الفلبيني معروف بالعقاب آكل القردة لأن الناس كانت تعتقد من باب الخطأ أنه بيتغزى على القرود والجوهرة الوطنية للفلبين هي لقلوئة الفلبين وأكبر لقلوئة في العالم لقاها غطاس فلبيني في بحر بلاون وزنها 75 رطل وقيمتها 100 مليون دولار وأرنيس هو فن الدفاع عن النفس والرياضة الوطنية للفلبين وبيستخدم فيه الأيدي والأسلحة وكمان عندنا وردة السامباجيتا وهي الوردة الوطنية عندهم وشجرة النارة وهي الشجرة الوطنية للفلبين ودي لغة الإشارة الوطنية للفلبين بالنسبة للرموز الغير وطنية عندنا الكرباو أو الجموس المائي الفلبيني وهو الحيوان الوطني للبلد وبنشوف الكرباو الخشبي في أماكن كتيرة زي الحديقة دي وفي أشياء كتيرة زي اللي بتربط بيه وشاح الكشافة الفلبينية والبطل الوطني بتاعهم اسمه هسير زال وده لإنه قادة ثورة الفلبينية ضد الحكم الإسباني بالنسبة لمركبة الوطنية للفلبين فهي الجيبني والجيبني ألوانها كتيرة وهي معمولة أصلا من عربيات الجيب بتاعة العسكرية الأمريكية اللي سابوها في الحرب العالمية التانية والجيبنيز الحديثة فيها تكييف وهي تشبه الميني باس وفيه كمان جيبنيز كهربائية والزي الوطني للفلبين اللي بيلبسوه في المناسبات الرسمية هو البارون أو بارون تجالج بالنسبة للرجال والبارون تسايا أو ماريا كلارا درس بالنسبة للسيدات والبارون تجالج عبارة عن أميس شفاف منسوج من ألياف نبات الأنانيس أو من ألياف الأبكة من أصبت ورقة شجر الموز بالنسبة لمسلم الفلبين فهما بيلبسوا المالون وهو لبس تقليدي بيتلف حول الجسم وبيستخدموا الرجال والنساء والمالون العادي للبيت والغالي للخروج والمالون بيستخدم كبطنية ومزلة ومرجيحة وحاجات تانية كتير وتقدر تلبس المالون بطرق مختلفة تعالوا نسمع مع بعض جزء من أغنية باين كو أو بلدي وهي الأغنية الوطنية للفلبين ترجمة نانسي قنقر 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 ورقة الشجر الوطنية أدوبو الأكلة الوطنية بكياء أو الحزاء الخشبي الحزاء الوطني للفلبين بانوس السمكة الوطنية منيلا العاصمة الوطنية الكوخ أو باهايكوبو البيت الوطني والبيسو الفلبيني هو العملة الوطنية للفلبين ومن 8 سنين خطت قزم فلبيني معاه حوالي 30 تنين إنهم يبنوا أول مستعمرة في الفلبين للأقزام على قطعة أرض في مانيلا تحتلل فلبيني المركز الثلاثة عشر بين دول العالم من حيث الكسافة السكانية حيث يوجد بها 108.8 مليون نسمة وتحتلل مركز السابع بين دول أسيا من حيث الكسافة السكانية والفلبيني هي أول جمهورية في أسيا وهي أول دولة في جنوب شرق أسيا تحصل على استقلالها من خلال الثورة وده بعد الحرب العالمية التانية ومن عادات قابلة الباجوبو في الفلبيني المسيرة للدهشة هي تجميل زي ما بيقولوا الأسنان عن طريق ترممها أو تغيير شكلها وتغيير لونها للأسود والفلبين جزء من المسلس المورجاني المشهور بالتنوع البيولوجي البحري والمكان ده فيه فصائل أسماك ومورجان أكتر من أي بيئة بحرية تانية على وجه الكرة الأرضية والفلبين دولة من السبعتاشر دولة ذات التنوع البيولوجي الشديد وهي دول تقوي معظم فصائل الكرة الأرضية والفلبين موطن لأعلى تمركز للفصائل الفريدة من نوعها لكل وحدة مساحة في العالم وجزيرة لزون وحدها فيها أعلى تمركز لفصائل السديات الفريدة من نوعها في العالم ودي أغرب حيوانات مش موجودة غير في الفلبين خفاش الفاكهة زو أنفكا الأنبوبة الكرش المنفوخ أو الكرش زلف القاعات سلحفات كانتر العملاقة زات القشور الناعمة سرطان البحر زلمة خالب الرهيبة فطيرة البحر قلم البحر خينزير بلاوان زو اللاحية الثعلب الطائر زو الوجه المخطط التنين الطائر والسلطعون الأرجواني والتمرو أو جموس من دوره القزم موجود بس في مندوره تعالوا نشوف مع بعض حيوانات تانية وش موجودة غير في الفلبين أسوان هي روح شريرة في الفلكلور الفلبيني بتاكل الأطفال في بطون أمهاتهم الروح دي عندها القدرة على تغيير شكلها وهي جزء مصاص دماء وغول وساحرة ومتحولة الوحش حطمت الفلبين الرقم لكياسي العالمي لاحتواءها على 3541 امرأة مرضاعة في وقت واحد في مانيلا يوم 4 مايو سنة 2006 ألعاب الشارع التقليدية في الفلبين بتتلاعب بالشباشب والصفايح والأساتيك والعصيان والبيلي والأحجار الشعب الفلبيني هو أكتر شعب مناصر للأمريكان في العالم بنسبة 92% نوافاس فلبينس أو الفلبين الجديدة ونوافورينو دي فلبينس أو مملكة الفلبين الجديدة هم أسماء فرعية سميت بها تكساس والفلبين بها فصلين جاف وممتر الفصل الجاف من ديسمبر لمايو والممتر من يونيو لنوفمبر في الفلبين تقدر تشتري مية سقعة من الأكشاك وتسمى Ice Water أو ماء مثلج باي بايين هي مخطوطات فلبينية قديمة كنت بنشوفها بس على الفلوس الورقية للفلبين بس دلوقتي بدأت بالرجوع والظهور على كل شيء زي التاتو والتيشرتات وتطبيقات الموبايل تقدر تركب الترايسي كاد في الفلبين وهو عبارة عن عربة جانبية متركب فيها دراجة يوجد ستة من مواقع التراث العالمي لليونسكو في الفلبين موقع منهم هو مصاطب الأرز على سلاسل جبال الفلبين ومصاطب الأرز دي من صنع الإنسان تم نحتها من ألفين سنة وموقع تاني هو الحديقة الوطنية اللي حواليه النهر بويرتو برينساسا الجوفي والنهر ده هو تاني أطول نهر جوفي في العالم ويوجد أيضا 19 موقع في الفلبين في القائمة الأولية والقائمة دي فيها مواقع يجب النظر في إدراجها في قائمة التراث العالمي وفيه شحاتين في المياه في الفلبين مستنين السياح يرملهم عملات معدنية في المياه والشعب الفلبيني مضيوف في أماكن سياحية زي باجيو سيتي السكان المحلين بيقدموا بيوتهم للسياح اللي محتاجين مكان يباتوا فيه يوم أو يومين آنستي كوفي شاب أو مقهى الأمانة في بطانس من غير ناس شغالة فيه دايما مفتوح للزباين وأصحابها مديين الثقة للزباين إنهم ياخدوا اللي عايزينه ويدفعوا السعر المناسب الفلبين دي من منطقة الحزام الناري اللي عرضة للزلازل والانفجارات البركانية والأعاصير وبكده نكون خلصنا أول جزء من كل أنواع الحقائق عن الفلبين يارب الفيديو يكون عجبكوا ما تنسوش تفعالوا الجرس أشوفكم في الجزء التاني باي